اشتركوا في القناة بمحافظات أبيان لحج وعدن والتحالي باليقظة الكاملة والحرصة الشديد للحفاظ على الأمن والسكينة العامة عقب الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في المحافظات الثلاث بعد تطهير شبوة من ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي كما دعت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سباء دعت كافة المواطنين وخاصة في محافظات أبيان وعدن ولحج إلى التزام بالنظام والقانون والحفاظ على السكينة العامة والإبلاغ عن أي تهديدات أو مخالفات أمنية والعمل جنبا إلى جنبا مع إخوانهم في الجيش والأمن في تطبيع الأوضاع والحفاظ على السلامة العامة وقرت وزارة الداخلية منع المجاميع المسلحة من التجول في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبيان ولحج حيث ستقوم من خلال أجهزتها المختصة بالتنسيق الكامل مع قوات الجيش الوطني وبدورها في حفظ الأمن والسكينة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأكدت لجميع المواطنين حرصها على سلامة الجميع دعا محافظ عدن أحمد سالم ربيع على أبناء المحافظة إلى الطمأنينة والالتزام والهدوء والمساهمة في تطبيع الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها وكذا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبق أن الدولة ستوفر الأمن وتحمل ممتلكات العامة والخاصة في عدن والمحافظات الأخرى مشددا على أهمية التعاون الجميع في ترسيخ الأمن والاستقرار وبث روح السكينة العامة والتسامح والأخوة بين الجميع أعلن محافظ أبيان لواركن أبو بكر حسين سالم سيطرة قوات الجيش الوطني على كافة مدريات أبيان ورفع محافظ أبيان اسماية التهني وتبركات لفخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة بمناسبة عادة سيطرة الجيش الوطني وإنها تمرد المجامع المسلحة التابعة على المجلس الانتقالي ترأس رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك اجتماعا للجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب بحضور نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبد الله النخاعي ونائب رئيس هيئة الأركان رئيس العمليات المشتركة لواء ركن صغير بن عزيز وقيادات من وزارتي الدفاع والداخلية وأشهد بما قدمته مؤسست دفاع والأمن من تضحيات عظيمة في دفاع عن الثوابث الوطنية في مختلف المستويات القيادية ناقلا إليهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية وإشادته بتضحيات منتسبية القوات المسلحة والأمن وجهودهم لحماية الوطن والسعادة الدولة وحفظ أمن واستقرار أمناء الوطن وقال رئيس الوزراء الحكومة تدرك حجم التحديات وتعقيدات التي واجهها الأمن والجيش بمدينة مأرب وفي مختلف المحافظات خاصة فيما يتعلق من الاستحقاقات المالية والدعم الالوجستي والمادي قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخا باليستيا من مدرية حرف سفيان بمحافظة عمران وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة وإشار العقيد المالكي في ميان نشرته وكالة الأنباس السعودية لاستمرار الميليشيات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاقها الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك تجمعات سكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين وأكد قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الأمن الإقليمي والدولي استكملت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية تمشيط وتأمين المناطق والمواقع الاستراتيجية التي حللتها مؤخرا في مدرية الصفراء شمال محافظة صعدة وأكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني استكملت تمشيط وتأمين سلسلة جبال عار ووادي عار وجبال القصوص في جبهة النقعة بمدرية الصفراء فيما تواصل الفرق الهندسية تنتزاع الألغام الذي زرعتها الميليشيات الانقلابية قبل دحرها منها خلال أيام الماضية وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية قد شنت هجوما واسعا خلال يومين الماضيين تمكنت خلاله من استعادة جبال القصوص وسلسلة جبال عار ووادي عار من سيطرة الميليشيات الانقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح دعم الجزء الأباء إلى اللقاء